المصري القديم كان بيستخدم نظرية اسمها نظرية التقديم كان الغرض منها التبجيل زي النص الموجود قدامنا هنا لحيطب دي نسو هنلاقي المصري القديم في الكتابات الهيرولفية قدم رمز نسو في الأول لكن نطقناها في الآخر هنا حيطب دي نسو اتنين تلاتة واحد علامة حيطب هي معناه هبة أو عطية وأشبه بالمعنى الحالي للصدقة على شكل حصيرة أوصانية عليها رغيف خبز وعلامة دي اللي هي على شكل مسلس معناها يعطيها وعلامة نسو نبات السو ونصف رغيف العيش تتنطق على بعضها نسو ومعناها الملك هنا المصري القديم قدم رمز نسو اللي على شكل نبات السو علشان يوضح إنه هو بيقدس الملك وإنه هو بيبجله اشتركوا في القناة